أعزائي المتعلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم مرة أخرى في حصة جديدة من حصة المراجعة والتي سنخصصها لمكونا الجغرافية ومع منهجية الاشتغال بالوثائق الجغرافية وذلك في إطار الاستعداد لامتحال الوطن المحاد بحول الله وهي موجهة إلى تلاميذ السنة الثانية باكالوريا مسلكي الأذاب والعلوم الإنسانية سنتناول في هذه الحصة أعزائي النقاط الآتية أولاً المستويات المهارية للاشتغال بالوثائق الجغرافية ثانياً الوضعية الاختبارية في الجغرافية سنركزون على وضعية الاشتغال بالوثائق ثالثاً وأخيراً نشاط تطبيقي بالنسبة أعزائي للمستويات المهارية للاشتغال بالوثائق الجغرافية وذلك باستعمال نهج المادة فهي تتضمن الآتي أولاً تحديد معاني المفاهيم والمصطلحات الجغرافية والاستعمالها في سياقها المناسب ثانيا استثمار الوثائق الجغرافية الجاهزة وفق نهج المادة من وصف وتفسير وتعميم أخيرا بناء أدوات التعبير الجغرافي واستثمارها سواء تعلق الأمر بالتعبير المبياني أي تحويل جدول أو جزء من جدول إحصائي إلى مبيان مناسب ثانيا التعبير الخريطي أي من خلال توطين معطيات جغرافية متنوعة قد تكون طبيعية أو بشرية أو اقتصادية ما هي مكونات الوضعية الاختبارية في الجغرافية؟ طبعا كما تعودتم في الفروض الكتابية المحروسة فالوضعية الاختبارية في الجغرافية هي قد تكون إما من خلال الاشتغال بالوثائق أو من خلال تحرير مقال أي كتابة مقال جغرافي إذن فالاشتغال بالوثائق الجغرافية باعتماد نهج المادة لا يمكن أن يخرج عن الأسئلة الآتية إذن في الامتحال الوطني الموحد بحول الله فالأسئلة المحتملة في مادة للشغال بالوثائق الجغرافية فهي أولا بناء أدوات التعبير المبياني أو الخريطي أو تحديد معاني المفاهيم والمصطلحات الجغرافية وتخصص لهذا السؤال الأول ثلاث نقاط وهناك ثلاثة احتمالات إذن السؤال الأول قد يطلب منكم إنجاز مبيان إما بالمنحنة أو المنحنيات أو بالأعمدة أو بالدائرة أو نصف الدائرة والصيغة التي يأتي بها السؤال حول معطاية جذول أو جزء من الجذول إلى مبيان مناسب أو أحيانا يحددون لكم نوع المبيان مثلا حول معطاية جذول إلى مبيان بالمنحنة أو بالأعمدة أو بالدائرة أي مبيان القطاعي أو نصف دائرة مبيان نصف قطاعي الاحتمال الثاني أعزاء المتعلمين يطلب منكم توطين معطاية جغرافية قد تكون طبيعية أم بشرية أم اقتصادية على خريطة أو الاحتمال الثالث وهو تحديد معاني بعض المفاهيم والمصطلحات الجغرافية الواردة في الوثائق وطبعا تخصص لهذا السؤال ثلاث نقاط السبع نقاط المتبقية فهي توزع على الأسئلة التي تأتي بعد ذلك والتي تهم بالأساس استثمار الوثائق الجغرافية والمكتسبات المعرفية ذات الصلة لإنجاز عمليات فكرية تخص أولا الوصف الجغرافي من خلال استخراج خصائص خصائص ظاهرة معينة طلاقا من وثائق أو إبراز تطور أو مقارنة معطيات أو أحيانا يأتي السؤال بوصف يعني صيف مثلا تطور ظاهرة معينة أو قارن بين معطيات معينة أو استخراج من الوثيقة خصائص ظاهرة معينة السؤال الموالي هو التفسير الجغرافية هم عملية التفسير الجغرافية من خلال استخراج عوامل دائما طلاقا من الوثائق أو تصنيف هذه العوامل وربط العلاقات فيما بينها أما السؤال الأخير فهو يخص عملية أو خطوة التعميل الجغرافي من خلال استخلاص عام وذلك عبر إنتاج فقرة اعتمادا على المكتسبات المعرفية ذات الصلة لكي تتضح المسألة أكثر أقترح عليكم هذا النشاط التطبيقي إذن الوثيقة الأولى وهي عبارة عن نص جغرافي مضمونه أثبتت تجربة أسيان قدرة الدول الأعضاء على العمل المنظم وتطورت إلى وحدة تكاملية بين الدول الأعضاء بهدف بناء اقتصاد متكامل قوي يرتكز أساسا على تشجيع الصادرات وزيادة تبادل التجاري بين دول المنطقة وحل النزاعات حول النظم التجارية وتوحيد العمل لمواجهة الأزمة الطارئة والرفع من معدل التعاون الاقتصادي فتمكن هذا التكتل من رفع اقتصادية الدول الأعضاء إلى صفوف الدول المصنعة أو المصنعة حديثاً وهذا يعود إلى انفتاح هذا التكتل على العالم الخارج من أجل إقامة مناطق تجارة حرة ولم يبقى تكتلاً اقتصادياً مغلقاً على الدول الأعضاء أي اعتماده على سياسة موجهة للخارج لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وجعل آسيان قاعدة إنتاجية تنافسية موجهة إلى خدمة السوق العالمي خاصة بعد اتفاق زعام آسيان بإقامة قاعدة أساسية لسوق موحد تقام عن 2020 مصدر نص خالي فعلي إلى آخره ننتقل بعدها إلى مضمون الوثيقة الثانية وهي أيضاً نص جغرافي منطوقه في تكتل ألنا تتزايد المخاوف في كندا من فقدان السيادة وهشاشة البرامج الاجتماعية وبالمقابل فإن النمو الاقتصادي والاستثمارات في الخارج تبعث على الارتياح مستقبلاً أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإن إعادة توطين الاستثمارات الأمريكية في المكسيك تحفوها مجموعة من المخاطر تتمثل في الهجرة غير الشرعية وانعدام الأمن على الحدود علاوة على ذلك لم يكن لها أثار إيجابية على معيشة السكان أما بالنسبة للمكسيك حيث إن السكان تواقون للتغيير والتحديث الاقتصادي إلا أنهم لا يثقون في الولايات المتحدة الأمريكية بالسمرار وأن النتائج المرجوة الخاصة بالدخل تبقى معلقة إلى جانب غياب استراتيجية اقتصادية وهكذا فإن الحصيل الاقتصادي التي تكتل علينا غير مطمئنة إذن مصدر الناس آرس ماتيو إكريستيان دوبلوك إلى آخره ما المطلوب منكم أعزائي المتعلمين بعد قراءة متمعينة للوثيقتين معا وبعد فهم مضمونهما إذن ما المطلوب في السؤال الأول التعريف الجغرافي إذن يأتي السؤال بهذه الصيغة عرف أو عرفي جغرافيا ما يأتي تجمع دول جنوب شرق آسيا آسيان مجموعة أمريكا الشمالي ألين السؤال الثاني استخرج أو استخرج ما يأتي ألف من الوثيقة الأولى أهداف تكتل آسيان وعوامل قوته الاقتصاد يبقى من الوثيقة إثنان المؤشرات التي تدل على أن الحصيلة الاقتصادية التي تكتل آلنا غير مطمعينة ثالثا وأخيرا أكتب أو اكتبين انطلاقا من مكتسباتك أو مكتسباتك فقرة تبرز أو تبرزين فيها المشاكل الاقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية إذن نبدأ بالتعريف الجغرافي إذن ما المقصود بدول أو تجمع دول جنوب شرق آسيا آسيان إذن هو عبارة عن تكتل اقتصادي جهوي تأسس سنة 1967 ويضم حاليا عشر دول تنتمي إلى منطقات جنوب شرق آسيا إذن وظفت مؤشرة أساسية كتاريخ تأسيس كطبيعة هذا التكتل والدول المنظوية تحت لوائي إضافة إلى المنطقة التي ينتمي إلى هذا التكتل إذن وذلك باقتضاب شديد دائما في التعريف الجغرافي إذن يجب أن يكون التعريف مقتضبا ما أمكن في حدود سطر إلى سطرين بالنسبة للمفهوم الثاني مجموعة أمريكا الشمالية إذن ألينا أو أكور دولي بر إيشانج نور أمريكا إذن هو اتفاق للتبادل الحر نركز على ذلك نحدد طبيعة هذا الاتفاق إذن هو اتفاق للتبادل الحر بين من؟ بين دول أمريكا الشمالية كندا الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وقد دخل حيزة إذن هنا الولايات المتحدة الأمريكية دليا هنا المكسيك وقد دخل حيزة التنفيذ سنة 1994 بعدها ننتقل إلى السؤال الثاني السخرج أو السخرجي ما يأتي من الوثيقة واحد أهداف تكتل أسيان وعوامل قوة الاقتصادية إذن هناك جزئين في السؤال أولا الأهداف ثم العوامل إذن هنا عملية الاستخراج لا تعني إعادة كتابة جزء من النص أو النص برمته وإنما عملية الاستخراج هي تكون دقيقة ولكن بأسلوبنا الخاص بمعنى أنها عملية إعادة بناء وإعادة صياغة للجواب بأسلوبنا الخاص إذن بالعودة أعزائي المتعلمين إلى الوثيقة الأولى حيث سنحدد من خلاله أهداف تكتل أسيان إذن هذا التكتل هو يهدف إلى بناء اقتصاد إذن يهدف مثلا يمكن أن تكون الصغار كالآتي يتهدف دول أسيان إلى بناء اقتصاد متكامل قوي وتشجيع الصادرات وزيادة التبادل التجاري بين دول المنطقة إضافة إذا لاحظنا إضافة إلى استعملت أدوات الربط النزاعات حول النظام التجارية وتوحيد العمل لمواجهة الأزمات الطارئة إضافة كذلك أو علاوة على الرفع من معدل تعاون الاقتصادي إذن ما هي العوامل المساعدة والمفسرة لذلك إذن لدينا العامل الأول هو الانفتاح أي انفتاح هذا التكتل على دول العالم على العالم الخارجي إقامة مناطق تجارة حرة ثم أيضا الاعتماد على سياسة اقتصادية موجهة الخارج أولا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ثم أيضا من أجل التصدير أي خلق قاعدة إنتاجية تنافسية طبعا موجهل إلى خدمة السوق العالمي بمعناها الاعتماد على سياسات تصديرية والرغبة كذلك في إقامة سوق موحدة عام 2020 إذن فصيغة هذا الجواب إذن ستكون أعزائي على الشكل الآتي إذن ثانيا أليف تتجلى أهداف تكتل أسيان في بناء اقتصاد متكامل قوي وحل نزاعات حول النظم التجارية وتوحيد العمل لمواجهة الأزمة الطريقة إضافة إلى الرفع من معدل التعاون الاقتصادي والرفع من اقتصاديات الدول الأعضاء إلى مستوى الدول المصنعة حديثا أما عوامل قوة الاقتصادية فتجهج الساد في تجيع الصادرات وزيد التبدل التجاري إنفتاح تكتل على العالم الخارجي إقامة مناطق تجارة حرة واعتماده سياسة موجهة للخارج لجلب رؤوس أموال أجنبية وخلق قاعدة إنتاجية تنافسية موجهة إلى خدمة السوق العالمي ممكن أن أكتب هنا إجابتي على شكل عوارض وهذا مسموح به أو في صيغة فقرة إذن بالنسبة لخطوة الاستخراج إذن يمكن أن أكتب الإجابة على شكل عوارض أو على شكل فقرة إذن كلاهما صحيح نمر بعدها إلى السؤال الثاني باء من الوثيقة إتنى المؤشرات التي تدل على أن الحصيلة الاقتصادية التي تكتل آلنا غير مطمئنة إذن بالرجوع أعزاء المتعلمين إلى الوثيقة الثانية إذن ما هي المؤشرات التي تدل على أن الحصيلة غير مطمئنة؟ أولا بالنسبة لكندا فهناك تزايد المخاوف من فقدان السيادة وهشاشة البرامج الاجتماعية أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فطبعا تكتل آلنا يطرح لها مجموعة من المشاكل منها الهجرة غير الشرعية وانعدام الأمن على الحدود ثم بالنسبة كذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية يعني لم يكن لاتفاق آلنا أثر إيجابية على معيشة الأمريكيين بالنسبة للمكسيك أيضا فهي طبعا لا تثق في الولايات المتحدة الأمريكية إذن المكسيكيون لا يثقون في الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا أن البرامج التي طبعا قاموا ببلورتها والتغيير الذي يثوقون إليه والتحديد الاقتصادي يعني لم يتحقق بعد دخولهم إلى هذا الاتفاق سنة 1994 إذن هناك مخاوف من الأطراف ثلاثة حقيقة لا من الطرف الكندي ولا الأمريكي ولا المكسيك وبالتالي فأصبحت اتفاق آلنا يعني على المحك إذن فالجواب سيكون على الشكل الآتي أعزائي المتعلمين إذن اثنان باء إذن المؤشرات التي تدل على الحصيل الاقتصادي غير مطمئنة لتكتل آلنا هي إذن أولا فقدان السيادة وشاشة البرامج الاجتماعية في كندا مسألة الهجرة غير الشرعية ونعدم الأمن على الحدود بالنسبة لولايات المتحدة الأمريكية وأخيرا عدم ثقة المكسيكين في الأمريكيين وغياب استراتيجيات اقتصادية لدى المكسيك طبعا خارج اتفاق آلنا إذن يمكن أن أكتب هذا الجواب كما قلت في صيغة فقراء أو على شكل عواري نمر بعدها أعزائي المتعلمين إلى السؤال الأخير دا المطلوب منكم هنا هو كتابة فقراء اعتمادا عن المكتسبات إذن لاحظوا أن الأسئلة السابقة كانت كلها تنصب على الوثائق خصا السؤال الثاني أما السؤال الثالث والأخير فهو طبعا الإجابة تتأتى من خلال الرجوع إلى المكتسبات المعرفية إذن هنا ما الذي سنبرزه من خلال هذه الفقرة المشاكل فقط الاقتصادية لولايات المتحدة الأمريكية دون غيرها إذن فإذا طبعا قمت بإبراز مشاكل أخرى إذن أكون قد أجبت خارج الموضوع وهذا خطأ فادح إذن يجب أن ألتزم بما هو مطلوب مني إذن فالإجابة ستكون على الشكل الآتي أعزائي المتعلمين إذن الفقرة أذكر أنها يجب أن تكون عبارة عن جمل مركبة ومترابطة ومتمفصلة بمعنى لا أكتب الفقرة على شكل عوارض إذن هذا طبعا يخالف مواصفة الإجابة إذن يجب أن تكون الفقرة كما قلت مركبة ومتمفصلة من جمل قاصرة وطويلة إذن غالبا ما نبدأ بفعل من الأحسن أن نبدأ جملتنا أو الفقرة بفعل حتى تسهل العملية كما قلت مرارا وتكرار إذن ويجب أن تكون هذه الفقرة مقتضبة ما أمكن إذن تصطدم إذن أذكر هذه المشاكل وأبرزها إذن تصطدم الولايات المتحدة الأمريكية بمشاكل وتحديات ذات سباق اقتصادية من قبيل اجتداد المنافسة على الأسواق من طرف باقي القوى الاقتصادية العالمية ومشاكل فائد الإنتاج خصوصا في الفلاحة وعجز الميزاني التجاري فضلا إذن استعملت هنا روابط فضلا عن عدم كفاية المعادن ومصادر الطاقة والتأثر بالتقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية إذن لاحظوا أن الفقرة هي في حدود سطرين ونصف إلى ثلاث أسطر إذن دائما كما قلت الفقرة الجيدة لكي أحصل على نقطتي كاملة إذن يجب أن تكون مقتضبة ما أمكن إذن ختاما أعزائي المتعلمين أتمنى أن تكون الحصة مفيدة وماتعة في الآن ذاته وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في امتحى الوطن الموحد وإذا كانت لديكم أسئلة والستفسارات يمكن أن تتركوا لي في التعليق حول الله وسأحاول الإجابة عنها إذن ختاما أشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم وألقاكم في حصة قادمة ومع موضوع جديد فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته